ويعني حنقول في الأول حضرتك طبيب أصلاً دارس طب طبيب سابق لكن لم تعمل بهذه المهنة عملت فيها كمعيد في كلية الطب لمدة خمس سنوات من سنة التخرج لحد تقريباً 2010 وبعدين استقلت وتفرغت تماماً للكتابة بعدها يعني في البداية كنت معيد في كلية الطب كنت معيد في كلية الطب لكن لم تمارس الطب كطبيب الحقيقة يعني علاقتي بالطب علاقة جميلة كعلاقة أكاديمية أو نظرية لكن كعلاقة عملية كان اكتشفت من وانا طالب في كلية الحقيقة أنه لا يعني التعامل مع الدم أو مع الألم أو مع الماء مش أفضل مكان ممكن يعني أقدر أعمل فيه ده الحقيقة وابتعدت عن هذه المهنة يعني يمكن كمان لو ما كنتش اشتغلت معيد في الجامعة خمس سنوات ما كنتش يمكن اشتغلت في المجال الطبي أصلاً لأنه الحقيقة بتبقى مهارة لا تكتسب فكرة أن أنت تقدر طب ليه اخترت أساساً دراسة الطب يعني دراسة الطب في حد ذاتها ممتعة جداً في جزء منها طبعاً الأسرة والنكنتة في الآخر ولد عندك ثلاثة إخوات بنات وأحلام اللي هو أنك انتة تبقى طبيب موجودة عند الطبقة المتوسطة كلها الحقيقة يمكن لغاية النهار بس هو الحقيقة كمان كل أصدقائي اللي كانوا معايا في السنة ويدخلوا كليط الطب فأنا كنت حاسب غربة شديدة لما كنتش دغلت معاهم دايماً برضو بتبقى في سنو صغير قوي ما انتش قادر تحدد أنت عايز تروح فين بالزبط أو يعني عندك الدنيا كلها مفتوحة قدامك فما بتبقاش عارف بالزبط أنت حابب إيه أو عارف هتكمل في إيه فخدت الطريق الحقيقة وما اندمتش لحد النهاردة أنها درست الدراسة الموجودة لماذا اندمتش؟ يعني هل هو أفادك فيه كتاباتك الدرامية؟ أكيد لأنه الحقيقة العلم الطبي في حد ذاته هو علم ممتع جداً من ناحية من ناحية تانية التعامل مع الإنسان في لحظة الألم أو في لحظة الضعف أو في لحظة يعني الدراما الطبية مليئة بالماتيريال أو بالمادة الخامل اللي نقدر أن احنا طول الوقت نطلع منها مادة للفن والإبداع والدراما فبالعكس ما اندمتش بالعكس يمكن لو ما كنتش درست الطب ما كانتش تفتحت قدامي أفاق زي اللي تفتحت بعد درست الطبية جميل حضرتك عايش ما بين القاهرة والإسماعيلية مظبوط أنت أصلاً إسماعلاوي إسماعلاوي مظبوط الإسماعيلية هي حقيقة جزء فتكويني يعني هي المكان اللي أنا تربيت فيه ودخلت فيه المدرسة وبعدين اشتغلت حتى معيد في الجامعة هناك في الإسماعيلية إسماعيلية مدينة جميلة وهدية وريئة وبسيطة وما فيهاش زحمة ما فيهاش يعني الهوى نقي يعني الحد للحظة دي دايماً أنا متواجد في القاهرة بشكل مستمر وبحب القاهرة جداً ومكان شغلي وفيه بيننا علاقة موادة كده من زمان لكن الإسماعيلية الحقيقة كل ما بيبقاش عندي شيء يستدعي وجودي في القاهرة من ناحية سواء اجتماعات عمل أو مواعيد أو أنا أفضل أن أنا أكون موجود في الإسماعيلية في هذا الهدوء يعني هذا الهدوء بقى أعتقد أنه هو بيدفعك للكتابة بشكل أكيد أكيد حتى الحياة هناك أبسط وأسهل بكتير قوي من حياة العاصمة يعني حياة العاصمة صخبة إلى حد كبير ويمكن أنا تعودت على هذا الهدوء فيمكن يكون دايماً بسعى أن أنا أكون موجود فيه لما بدأت تكتب كنت بدأت بالكتابة للأطفال البداية خالص كانت وأنا كنت طالب في كلية الطب الحقيقة وكان منوحنا أطفال كده بنقرأ في مجموعة روايات للجيب اللي هي مغامرات يعني كان بيكتبها دكتور نبيل فاروق ودكتور رحمة خالد توفيق ودول كانوا أسات زوارده يعني إحنا كنا مبهورين بالعوالم اللي كانوا بيقدموها وأنا طالب في السنة تانية دار النشر اللي بتنشر هذه الروايات عملت مسابقة وطلبت كتاب جتب فأنا قدمت في المسابقة دي وما كانش عندي طمقت يعني كانت 19 سنة مثلا فالحقيقة لقيت ناشر أساس حمدي مصطفى رحمه الله واحد من يعني عظماء النشرين في مصر الحقيقة رحمة الله عليه لأنه برضو من أول الناس اللي ديتني فرص كلمني وكنت خايف جداً لأنني كان سني صغير قوي هو أول لما اتصل في البيت والديتي ردت عليه فقالت له في الكلية قال له وأستاذ في الكلية قالت له لا هذا طالبه في السنة تانية فأنا كنت خايف جداً أن السن يقف حائل ما بيني وما بين أن أنا أنشر أو أن يبقى لي وجود فعلي في هذا العالم لكن هو الحقيقة رحب بيه في مكتبه جداً ونشر لي فعلاً في سنتها يعني مش كل النشرين يقدروا يعملوا كده هو طول الوقت راجل مجرب ومغامر وفنان وعنده زائقة فنية عالية جداً فدي ممكن كانت البداية الاحترافية الحقيقية قبلها كانت كلها المحاولات الطفولية التقليدية بعد كده يستهويني جداً كان الكتابة للأطفال من ناحية القصة المصورة اللي هي الكوميكس اللي احنا كنا بنقراها زمان في مجلة سمير يعني الحاجات اللي هي اللي بتصنع في نها للأطفال ولكنه هو عالم واسع عالم القصة المصورة ده هو يكاد يكون شكل أدبي كمان النهاردة موجود في اللي هو الرواية المصورة والقصة المصورة وهكذا فأنا برضو استهواني العالم ده بشكل كبير بعد ما اتخرجت من الجامعة على طول كده اشتغلت في ان انا كتبت سيناريوهات لانه كان أشبه بتمرين لكتابة السيناريوهات على الشاشة بعد كده يعني والحقيقة انا لغاية اللحظة دي بحب ده وان كان يعني الانشغال اكتر حالياً بقى الكتابة للشاشة على طول